امثلة المستوى الثاني او مقسومة في عشرة قوة او هناك عدد مقسوم على عدد المهم في هذه الحالة رح نستعمل قوى العدد عشرة والعملية عليها مهم جدا ان تفهموا العمليات على قوى العدد عشرة معناها ضرب العشرات وقشمة العشرات نقرأ التمرين اكتب الاعداد التالية كتابة علمية قلنا ان الكتابة العلمية تعني كتابة العدد العشري على الشكل بحيث ان ا هو عدد عشري مكتوب برقم واحد وهذا الرقم لا يساوي السفر قبل الفاصلة وان هو عدد صحيح معناها يكون موجب او سلب ولكي نفهمه جيدا نقوم بحل هذه الامثلة اذا لدينا ا تساوي 143.62 في عشرة اثنى اذا كانت عندك اعداد بهذا الشكل فاول شي دائما تفعله هو ان تكتب العدد العشري كتابة علمية كما تعلمنا في الفيديو السابق اي اول شي نحرق الفاصلة الى رقم واحد فقط اي هذه الفاصلة نحرقها الى اليسار بخطوة خطوتين معناها عندي الاس اثنان والاس يكون موجب نكتب واحد فاصل اربعة ثلاثة ستة اثنان في عشرة اس اس ماذا؟ اس اثنان لماذا؟ لانك حرقت فاصلة مرتين ثم بعد ذلك في عشرة اس اثنان اذا حذاري لا تنسى هذه العشرة اس اثنان اما ما هو مكتوب بالاحمر؟ فهو الكتابة العلمية للعدد مئة وثلاثة واربعون فاصل اثنان وستون هناك ملاحظة اعيد تذكيركم بها اذا يكفي ان اخذ رقميني بعد الفاصل مع ان تثنين وستين هذي نحذفها اي راح تكون واحد فاصل ثلاثة واربعون خلاص العدد كتبناه كتابة علمية يبقى لي العشرة اس اذا العشرة اس راح نطبق العمليات على قوى العدد عشرة معناتها في هذه الحالة راح نطبق القانون الاول اي في عشرة اس اثنان زائد اثنان اذا في القوى نجمع او نطرح للأسس حذاري تساوي واحد فاصل ثلاثة واربعون في عشرة اس ماذا اس اربعة وهكذا نكون قد كتبنا ا كتابة علمية بنفس الطريقة مع الاعداد الاخرى اذا لدينا بي تساوي صفر فاصل اثنان اربعة ثلاثة في عشرة اس خمسة لاحظ معي العدد العشري مكتوب صفر فاصل معنة الاس راح يكون سلو يكفي فقط ان نحرك الفاصلة بخطوة واحدة الى اليمين فتصبح اثنان فاصل ثلاثة واربعون في عشرة اس ماذا اس ناقص واحد لاننا حركنا الفاصلة الى اليمين بخطوة واحدة فيكون الاس سالب بعدها لا ننسى في عشرة اس خمسة اذا كتبنا اثنين فاصلة اربعين كتابة علمية بقي لي حساب الاسس عن طريق القانون الاول اذا نقص واحد زائد خمسة نقص واحد زائد خمسة ماذا تساوي تساوي اثنين فاصل ثلاثة واربعون في عشرة اس خمسة نقص واحد كم اربعة اذا يمكنك ايضا ان تقول خمسة نقص واحد تبدأ بالعدد الموجب وتنقصه من عدد السالب عندك الحق او او تقول ان العددان مختلفان في الاشارة نأخذ اشارة الاكبر وهي الزائد ثم نطرح خمسة نقص واحد تصبح اربعة بعدها نذهب الى سي سي تساوي اثنين وخمسون فاصل خمسة وسبعون في عشرة اس نقص اثنين بنفس الطريقة نحرك الفاصلة بخطوة واحدة فقط الى اليسار فتصبح خمسة فاصل اثنان سبعة نكتفي برقمين بعد الفاصلة في عشرة قوة ماذا قوة واحد او نقص واحد قوة واحد لاننا نحركنا الى اليسار ثم في عشرة قوة نقص اثنين اذا تساوي خمسة فاصل سبعة وعشرون في عشرة قوة ماذا قوة واحد نقص اثنين وتساوي خمسة فاصل سبعة وعشرون في عشرة قوة واحد نقص اثنين عددان مختلفان في الاشارة يعني انت واحد بالزائد واحد بالنقص ناخذ اشارة الاكبر اشارة الاكبر هي نقص ثم نقص اثنين نقص واحد كم واحد يمكن الاستعانة بالالة الحاسبة اكتب واحد نقص اثنين تعطي لك نقص واحد هذه السي نذهب الى الدي بنفس الفكرة تساوي سفر فاصل سفر سفر خمسة وعشرون في عشرة قوة نقص سبعة نلاحظ ان العدد العشري هو سفر فاصل اي الاسر سيكون سالب لكن كم سالب واحد اثنين ثلاثة اذا الاسر يكون نقص ثلاثة فنكتب اثنين فاصل خمسة في عشرة قوة نقص ثلاثة في عشرة قوة نقص سبعة تساوي نين فاصل خمسة تبقى كما هي في عشرة قوة نقص ثلاثة نقص سبعة اكتبهم كما تساوي نين فاصل خمسة في عشرة قوة نقص ثلاثة نقص سبعة ما هو مش عددان مختلفان عددان متشابهان نأخذ الاشارة المشتركة ونجمع اذا كيكون الاشارتين متشابهتين نقص 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 ثلاثة وسبعة نجمع لان هذه ليس عملية ضرب هذه لا تشاهد هذه ليس عملية ضرب هذه تخرج لك عملية تجمع او طرح اذا كانوا مختلفين تخرج لك طرح اما اذا كانوا متشابه تكون جمع اذا هم متشابهين نأخذ الاشارة المشتركة ونجمع ثلاثة زي سبعة عشرة هذا هو الدين نذهب الى الو الو يبدو صعبا لكن هو سهل مئة واربعة وثلاثون في عشرة قوة نقص اربعة على اثنان فاصل خمسة كيف نفعل لنكتب هذا العدد تكتابة المية الامر بسيط كل ما عليك هو ان تأخذ الاعداد لوحدها والعشرة بس لواحدها او مباشرة والمثار تقسم العددين فقط تقسم مية وربعة وثلاثين والا ثنين فاصل خمسة او تكتب هكذا دائما تأخذ الاعداد لوحدهم مع انت من size تبطى كيف نفعل 4 انقطة الواحدثين على اثنان فاصل خمسة نستعمل الحاسبة لدي مائة واربعة وثلاثون تقسيم اثناني فاصل خمسة النتيجة ثلاثة وخمسون فاصل ستة في عشر قوة نقص ربعة لانت ماذا فعلت فقط اعدت كتابتها بهذا الشكل مع انت هذا الشكل واشتو حددرت ماذا فعلت قسمت قسمت العدد ليفر باسط المقام اعطاننا الكتابة اللي تشبه البي والسي والدي معناته في هذه الحالة بزيل ما كملتش اتروح للادد تذى وخمسين فاصل ستة وتكتبو كتابة المية انت تتحرك الفاصلة بخطوة نحو اليسار وتصوي خمسة فاصل ستة وثلاثون في عشرة قوة ماذا قوة واحد في عشرة قوة نقص اربعة تساوي خمسة فاصل ستة وثلاثون في عشرة قوة الواحد نقص اربعة واحد نقص اربعة هذا ديني مختلفين بالاشارة نأخذ اشارة الاكبر اشارة الاكبر هي نقص بعدها ربعة نقص واحد ثلاثة نذهب الان الى اف ديني اف تساوي خمسة وعشرون فاصل اربعة في عشرة قوة اثنان على عشرة قوة نقص ثلاثة لاحظ معي هنا انه لا يوجد عداد في الاسفل معناتها ما تشبيهش الو الو مية وربعة وثلاثين على اثنين فاصل خمسة هنا خمسة وعشرين فاصل اربعة في عشرة واستنين على عشرة واستن نقص ثلاثة اذا ماذا نفعل نقوم فقط بتحييد بتحييد الاعداد لوحدها والاسوس اي خمسة وعشرين فاصل اربعة في عشرة قس اثنان على عشرة قس نقص ثلاثة ركز معي جيدا هذا العدد لوحده كتبته وحده ثم في هذا الكسر هذا عشرة قس اثنين على عشرة قس نقص ثلاثة لأن هنا قوى العدد عشرة قوى العدد العشرة ما تتحسبش نستخدم القوانين احنا يا عندي القانون القسمة ما معنى ذلك معناه انه يكون عندي خمسة عشرين فاصل اربعة في هذه عشرة قس اثنين على عشرة قس نقص ثلاثة لازم نستعمل القانون نأخذ العشرة قوى نقص ثلاثة التي في المقام دائما نضعها في البسط مع تغيير القسمة او الكسر الى في فيصبح لدينا عشرة قس اثنان هاي في البسط في حول الكسر هذا الفي ثم عشرة قس نقص ثلاثة هل اتركها كما هي لا انت حولتها من المقام الى البسط يجب تغيير الاس يجب تغيير اشارة الاس معنى نقص ثلاثة تصبح زائد ثلاثة في الاخير راح تصبح الاف تساوي خمسة وعشرون فاصل اربعة في عشرة اثنين زائد ثلاثة كم خمسة هل اكملنا هكذا لا ما زال نحن كتبنا ااف بالشكل الذي يشبه لآ معناها نقوم الان بكتابة خمسة وعشرين فاصل اربعة كتابة المية اي ااف تساوي نقوم بتحريك الفاصلة الى اليسار بخطوة واحدة فتصبح ثنين فاصل اربعة وخمسون في عشرة اث كم عشرة اث واحد لاننا حركناها بخطوة نحو اليسار يكون الاس موجب ثم في عشرة اث خمسة تساوي اثنين فاصل اربعة وخمسون في عشرة اث واحد زائد خمسة كم ست وهكذا نكون قد انتهينا من امثلة المستوى الثاني اذا تختلف امثلة المستوى الثاني عن امثلة المستوى الاول في كون اننا سنستعمل العمليات على قوى العدد عشرة كيكون عندي قوى العدد عشرة ما نحسب هاش نطبق القوانين انتاعها اذا كت عشرة اث في عشرة اث نجمع الاسس او نطرح اذا كت عشرة اث على عشرة اث العشرة اث هذه كليف المقام نضعها في البسط مع تغيير العملية من قسمة الى في وتغيير الاسس اذا كان موجب رجعه سلب اذا كان سلب رجعه موجب كما في المثال اف راجع هذه الامثلة جيدا اعد حلها ثم احل الامثلة اخرى لتفهم الفكرة جيدا و الى هنا اكون انتهيت من هذا التمرين نلتقي في الفيديو القادم مع امثلة المستوى الثالث وهي امثلة مهمة جدا اذا راجع امثلة المستوى الاول راجع امثلة المستوى الثاني لتفهم امثلة المستوى الثالث جيدة اترككم في رعاية الله وحفظه وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة